اشرفني باسمي وباسمكم جميعاً أن أرفع أسمى آيات التهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولسموي ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لتوحيد الوطن وفي أعناقنا بيعة على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره سائلين المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وطناً وأرضاً وشعباً وأن يديم عليها أمنها وأمانها وازدهارها واستقرارها إنه سميع المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته